في حاجة دايماً بقولها وبشوفها يعني مش عالف حلقة بتشوفها معي ولا الاهلي في افضل احواله حتى في افضل احواله يعني مش مش في الايام اللي فيها كمان تزبزل في المستوى دي بتبقى حاجة على فريق ككل بحس دايماً في مشكلة دفعية في النادي الاهلي حتى لو مدخلش فيها اهداف بس كل كرة بتروح على دفع النادي الاهلي تحس فيها خطورة خاصة لو بتلاقي المنافس قوي مش شرط تخش جول الكرة بس تحس ان فيه لغباطة بتحصل ما انا بتكلم عن المنظومة مش بتكلم على الافراد لا يعني بص انا انا مش شايفها زيك كده بس انا انا يعني انا يعني انا مقتنع بكلامك اه في حتة في حتة اه ممكن هي اللي مسببة النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي انا وجهة نظري اه حطة الثقة الزيادة اللي بيلعب بيها اللعيبة بتاعت خط الدهر دي ساعات بتجيب نتيجة عكسية وساعات بتحط الفريق تحت ضغط وساعات بتوصل الخصم للجول الحراج بتكلم على اللعيبة بتتخد الدهر وتكلم على محمد عبد المنام على محمد عبد المنام اه تمام اه يعني ده حد من ولادي حد دي سيقولك اذا اشتغل معاك اه حد من ولادي وحد يعني انا مقتنع بيه قناعة تمة ويمكن حتى منه هو معنا فريق الشباب وكان كل كلامي مع مع لجنة تخطيط انه هو يستمر في النادي وانه ما يطلعش اه حتة انه طلع انا برضو شايف انه ده قرار جيد جدا لانه لما لعب سواء في سموحة او في فيوتشر انا شايف انه ده فرق معا بشكل كبير جدا ولما رجع حتى الفريق الاول هو راجع بثبات صح طب انا عايز اعليك على شخصية محمد عبد المنام انت كنت رايب منه انت اكتر واحد هتعرف تقرأ الشخصية يعني انت قلت فرق يا محمد عبد المنام هتعرف هو عنده ثقة زيادة ولا هو بيحاول يأمن انا بس اعب اقول ايه محمد عبد المنام عشان كوير يعني بتاع كورة بيحاول في طلع كورة كويس يا حقيقة فدي ده 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 العيب اللي في كل اللعبت الكورة المدافعين في العالم يعني هتلاقي فان ضايق كده بيغلط هتلاقي راموس وقتها وقتها كان بيغلط اللعبة اللي بتاعها في طلع الكورة اللي عندها ثقف في خروج الكورة بيبقى عندهم اخطاء كارثية بس مو إيتي بقىؤلية لا انت شпон حماد عمال masturb عمال היتم عندهم مشكلة في الشخصيته ولا ده مشكلة لا علاقة بطريقة اللعبة؟ لا لا بص مافيش مشكلة في طريقة اللعب لاني طريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها دي هو بيلعب بيها حتى وهو فريق الشبف في نادي اللعب فدي مافيش مشكلة في طريقة اللعبة ممتاز القصة اللي انا بتكلم فيها هو barriers امكانياته عالية وعنده ثقة كبيرة جدا في نفذه هي وصلة للناس انه غرور مش وصلة هي ثقة بس انا من يعني من معاملتي معاه او من قرب ليه هو ودي كانت حاجة من الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها معاه يعني حتى مش انا الواحد يعني حتى معظم مدربين اللي اشتغلوا معاه حلوة قوي ان انت تبقى بتلعب بثقة ومدي فرقتك ثقة ومدي المدرب بتاعك ثقة وجمهورك وفيه وقت لأ لازم ان انا الحتة دي اوقفها شوية في مواقف ما ينفعش يبقى فيها ثقة زيادة مش عايز اقول فلسفة يعني عايز اقول ثقة زيادة لا ليه لان انت النهاردة انت كلعي بكورة طول ما انت ما بتغلطش انت بتزيد وبتعلم انت المكان اللي انت بتلعب فيه ما يستحملش غلط وما يستحملش مخاطرة ولا مجاسفة هي دي النقطة النقطة دي حتيجي معاه بالمتشاط انت برضو يعني بتتكلم مش عايز اقول هو صغير في السن هو دلوقتي خلاص بتكلم تقريبها 24 سنة و25 سنة مواقف صغير في السن صح ولعب يعني لعب دولي ممتاز بشكل كبير النهاردة هو لعب دولي مع المنتخب بالضبط هو دلوقتي بقى لعيب اساسي في منتخب مصر بقى هو يعني العنصر الاساسي في منتخب مصر انا شايف القصة دي مع الوقت حتقل حتقل والاخطاء اللي انت بتتكلم فيها حتقل طيب